بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسساتها الحكومية دعت أحزاب وقوى سياسية ومكونات شبابية ومدنية إلى تشكيل التكتل الوطني للإنقاذ في محاولة لاستعادة الدولة وبناء دولة مدنية اتحادية ديمقراطية نحن حتى ضد الماليشيات سواء كانت في صنعاء وحتى في عدن نحن نريد دولة نريد جيش ونريد أمر يحفظ السيادة الوطن ويحافظ على المنشاهات والمؤسسات الحكومية بعض المراقبين تفائلوا بهذه المبادرة التي وعدت بالوقوف ضد طرف أبى إلا أن يكون صاحب القرار وفارض السلطة على الأرض أعتقد أن التكتل الوطني للإنقاذ هو خطوة جيدة على الصعيد السياسي لكن الأمر يظل مرهونا بمدى فعليته سياسيا وأيضا تجاوب بقية الأحزاب مع هذا التكتل التكتل الوطني للإنقاذ خطوة فريدة في معترك السياسة اليمنية ولكن الأهم مدى تأثير هذا التكتل على أرض الوطن تحديات كبيرة أمام تكتل الإنقاذ الذي يوصف بالتحالف السياسي الأكبر في البلاد فعلى الرغم من أن الهدف الذي يجمعهم هو استعادة الدولة من أياد الحتيين إلا أن الصعوبة تكمن في أن هذا التكتل يضم مكونات شبابية ومدنية وحزبية مختلفة وإلى العزيز كاين نيوز عربية صنعا ترجمة نانسي قنقر